بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على أشرف خلق الله محمد و على آله و صحبه الأخيار و زوجاته الأطهار ما تعاقب الليل و النهار أيها الأخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات أيها المشاهدون أينما كنتم أهلا وسهلا و مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فبيهداهم و اقتده كان علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله يحمل الصدقات و الطعام كل ليلة على ظهره و يوصلها إلى بيوت الأرامل و الفقراء في المدينة و هم ما يعرفون إيه يحطيه عند البيت و يروح دق الباب و راح على طول و هم ما يعرفون من اللي يحطيها لهم و كان ما يستعين بخادم و لا عبد أو غيره من الناس يساعدونه عشان ما حد يعرف و ظل سنوات طويلة على هالحالة و ما كانوا الفقراء اللي وصلهم الأكل و الأرامل اللي عرفوا من اللي يوصل هذا الطعام لهم فيوم مات و هم يغسلونه شافوا على ظهره آثار من السواد فعرفوا أن هذا السواد بسبب الطعام اللي كان يحمله على ظهره يشل جواني لأن من بعد وفاته مباشرة انقطعت الصدقات عن بيوت الأرامل و الفقراء في المدينة فعرفوا أنه شفوا كيف من زهدة و صلاحة حتى أن سعيد بن المسيب رحمه الله قال قال له رجل ما رأيت أحدا أشد ورعا من فلان من أحد الناس فقال له سعيد بن المسيب أرأيت زين العابدين علي بن الحسين قال لا قال لو رأيته لو رأيته لعلمت أنك لم ترى رجلا أشد ورعا منه شفوا كيف ليش كان شذا يسوي لأن الموضوع موضوع خاص بالنية الأعمال إذا تختلط مع الناس وفلان يشوفني وكذا تخترى بالنية أخطأ شيء في عبادة الإنسان نيته الأعمال الظاهرة يقدر يتحكم فيها العبد سجودة ركوعة كيف يسعى كيف يسبح كيف يذكر لكن المصيبة مش هني المصيبة في القلب كيف يقدر العبد يتحكم في قلبه في النية في قلبه وهذه تسمى النية وهذا هو موضوع حلقة اليوم نية العبد أخطر نية العبد أخطر من عمله الظاهري لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل مرء ما نوى يعني أعمالك ما راح تكون صحيحة ولا تقبل منك إذا ما كانت نيتك صالحة ما راح تلقى من وراءها حسنات و ما راح تحصل أجر من الله إذا كانت نيتك مو لله كم من الناس اليوم نرى ما شاء الله عليه الله يبارك أول ناس في المسجد في صلاة الفجر في الصف الأول يتصدق كثير الصدقة لكن السؤال هل هذا كله لله أو لغير الله لا نعلم بالنيات نسألك كم من الناس نرى يقول أنا ختمت القرآن نحن يطرشون رسائل كل يوم و يطرش بالواتساب و برادكاز و يضع في تويتر و في انستجرام الختمة الكذا و التوقيعه و هذا ختمة الثانية و العمرة الثالثة و العمرة الرابعة و أتممناها بحمد الله لماذا تخبر الناس؟ ما السبب أنك تبلغ كل اللي عندك بالقائمة بأعمالك الصالحة؟ ما المفروض يكون هذا عمل خالص بينك وبين ربك؟ في الحديث القدسي قال الله عز و جل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته و شركه عمله ما يقبلها الله عز و جل قال الله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين و أمرت لأن أكون أول المسلمين شو في الأصبحي أحد التابعين يقول دخلت المدينة فإذا أنا برجل قد اجتمع عليه الناس فقلت من هذا؟ فقالوا أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه و هو يحدث الناس فلما سكت أنتهى قعد يحدث أبو هريرة مو أي واحد عادي أبو هريرة صحابي الجليل راوي الأحاديث فيقول لما راحوا الناس قلت له أنشيلك بحق و بحق أن تحدثني حديث سمعته من النبي عليه الصلاة و السلام أخبرني حديث سمعته من النبي عليه الصلاة و السلام قال أبو هريرة أفعل لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته و علمته يوميا يقول حديث نشغ أبو هريرة نشغه يعني مثل أغماء يتب فجأة فرقد بعدين أفاق فقال فقال لأحدثنك حديثا قال لي أخبرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري و غيرة ثم يوميا يقول حديث فجأة يتأغماء رد أغمية عليه و بعدها رجع أفاق ثلاث مرات يحاول يقول الحديث مش قادر كل ما يحاول يقول الحديث يغمى عليه بعدها قعد أبو هريرة و قال الحديث فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم في أرض المحشر و كل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن حافظ للقرآن إيبونا هذا أول واحد إيبونا إيبونا حافظ القرآن و رجل يقتل في سبيل الله قتل في سبيل الله مجاهد في سبيل الله و رجل كثير المال الله أعطاه مال كثير الصدقة فيقال لهم تعالوا و قعدوا يقولون الأول أنت اللي جمعت القرآن و اللي حفظته شو سويت يقول حفظت القرآن و قرأته و أقرأه آناء الليل و أطراف النهار و عندي أشرطة بعد في السوق نازلة و بالتلفزيون و في القنوات صوت جميل فيقول الله لو عز وجل كذبت فتقول له الملائكة كذبت فيقول الله عز وجل قرأت ليقال عنك قارئ فقد قيل فقد قيل لا أنت ما قرأت لله لأشرطة ما نزلت لله بس عشان يقولون قارئ أيبون الثاني المجاهد في سبيل الله يقولون له الرب العالمي يسأل يقول لي شو سويت قال يا رب جاهدت و دخلت المعركة بقوة يا رب قاتلت لين ما قتلوني فيقول الله عز وجل كذبت و تقول له الملائكة كذبت جاهد ليقال عنك شجاع ليقال بطل ليقال مجاهد أوه ما شاء الله عليه فقد قيل فقد قيل أنك مجاهد فيؤتى بالتاجر اللي عنده فلوس وغني يقول لرب العالمين شو سويت بالنعم اللي عطيتك إياها بالأموال اللي عطيتك إياها يقول يا رب تصدقت أعطيت المساكين بنيت البيوت سويت الأشياء أعطيت أهلنا و جماعتنا في الصومال و كنت أعطي الجمعيات الخيرية فيقول الله له عز وجل كذبت و تقول له الملائكة كذبت فيقول الله عز وجل له تصدقت و فعلت ليقال جواد ليقال كريم ليقال كثير الصدقة فقد قيل فقد قيل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة في الحديث هؤلاء الثلاثة أول يقول أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار ضرب النبي على ركبة أبو هريرة فقال له هالثلاثة أول من تسعر بهم النار تعرفونك يوم تسعر النار النار تسعر يعني أول ما يحمون النار يحمونها بهذه الثلاثة قارئ متصدق مجاهد في سبيل الله شوفوا كيف الأمر خطير يا أخواني الثلاثة هذين يحرقون في النار أول الناس مو كفر مو مشركين لا قارئ متصدق مجاهد دخل رجل معاوية رضي الله عنه وأخبرها بالحديث فقال معاوية أخبرها بهذا الحديث الذي ذكرناه فقال معاوية قد فعل الله عز وجل يعني بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديد حتى ظنوا أنه مات أغمي عليه وتوقعوا أنه مات بعدها أفاق ومسه على وجهه وهو تعبان وقال صدق الله ورسوله صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمال لهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون السلف كانوا شديدي الخوف شديدي الخوف النية النية أمر صعب النية أمر خطير يقول سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت ما عالجت شيئا قط أشد علي من نيتي لأنها تتقلب لأنها تتقلب أخواني فاصل ونرجع لكم إن شاء الله شكرا 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 شكرا